بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أبنان الطلاب الأعزاء طلاب الصف الثاني الابتدائي اليوم هندرس مادة الرياضيات وعنوان درسنا اليوم مقارنة الأعداد مقارنة الأعداد أستعد فكرة درسنا اليوم يا أبطال هو أن أقارن بين عددين مستعملا الإشارة أكبر من وأصغر من ويساوي ومفرضات درسنا اليوم أكبر من بيكون الرمزة حكيتها بالطريقة هذه الفتحة نحاية اليمين أصغر من الرمزة حكيتها بالطريقة هذه الفتحة نحاية اليسار وأخيرا يساوي اللي هو خطين تحت بعض يبقى أكبر من أصغر من يساوي أقارن بين العشرات فإذا كانت مدساوية أقارن بين الأحاق يعني يبتد بأول رقم على اليسار اللي هو العشرات لو لدينا نفس الرقم نروح نقارن بعد كده برقم العالمين اللي هو في خانة الأحاق أستعمل أكبر من وأصغر من ويساوي في المقارنة بين عددين العدد 37 أكبر من 24 طبعا الرمزة أكبر من بيكتب بالطريقة هذه 37 أكبر من 24 نحن بنعرف في شلون عن طريق خانة العشرات اللي هو الرقم اللي على اليسار هنا ثلاثة وهنا ثلاثة الثلاثة أكبر من الثلاثة فتصير العلامة أكبر من بالطريقة هذه يبقى 37 أكبر من 24 32 أصغر من 35 طبعا برضو هنقارن العددين من أول رقم على اليسار اللي هو في خانة العشرات هنا ثلاثة وهنا ثلاثة طبعا متساويين فبروح لرقم العلامين في خانة الأحاق عشان نقارن بين الرقمين هنا خمسة وهنا طبعا إثنان هنلاحظ أن الإثنان أصغر من الخمسة فتصير 32 أصغر من 35 16 يساوي 16 طبعا طالما نفس العدد آآ إذن آآ بنحط الإشارة آآ يساوي طالما نفس العدد يبقى 16 تساوي 16 نفتح معنا كده يا أبطال الكتاب المدرسي على درسي اليوم اللي هو مقارنة الأعداد آآ على أتأكد بيقول لك هنا عندنا أقارن بين كل عددين وأكتب أكبر من وأصغر من ويساوي في آآ الدائرة اللي بيها الفراغ هذه أول سؤال بيقول لك أربعة وخمسين وعشرين أربعة وخمسين وهنا عشرين يا طرق أنهي الأكبر أو الأصغر أو متساويين طبعا هنقرم من أول رقم على اليسار طبعا هنا خمسة وهنا إثنان يبقى الخمسة أكبر من الأثنان يبقى أربعة وخمسين أكبر من كام عشرين يبقى نحط هنا داخل الدائرة نضع أكبر من أربعة وخمسين أكبر من عشرين اللي هي الفتحة ناحية اليمين سؤال الثاني 31 على اليمين والعدد على اليسار 31 يصير نفس العدد ابقونا طلما نفس العدد يما نضع إيها إيش أبطل ممتاز 31 31 سؤال الثالث 42 على اليمين وعشرين على اليسار هنقارن من أول رقم على اليسار اللي في خنت العشرات هنا اربعة وهنا اثنان طبعا الاربعة اكبر من الاسنان. فاذا تصير اثنان واربعين اكبر من الرمز اكبر من. السؤال الرابع. ثلاثة وستين. على اليمين. وعلى اليسار اربعة وستين. برضو هنقارم من اول اول رقم على اليسار اللي في حانة العشرات. هنلاحظ ان هنا ستة وهنا ستة. طالما نفس الرقم بروح الرقم اللي جنبه على اليمين اللي في خانة الاعحاد. هنلاحظ ان هنا ثلاثة وهنا اربعة. طبعا الثلاثة اصغر من الاربعة. يبقى تصير نضع اشارة رمز اصغر من. الثلاثة وستين اصغر من اربعة وستين. سؤال الخامس بولك اتحدث. افسر كيف ان ثمانية وعشرين اكبر من ستة وعشرين. احنا بنقارن اه اول رقم على سار اللي في خانة العشرات اللي هي اثنان. هنا اثنان. طالما نفس الرقم اروح لرقم اللي على اليمين اللي في خانة الاعحاد. هنا ثمانية وهنا ستة. طبعا الثمانية اكبر من ايه? من الستة. فاصيل العلد ثمانية وعشرين اكبر من ستة وعشرين. وبكده نكون انتهينا من درسنا اليوم. وباقي اه الاسئلة دي واجب تحلها بالمنزل. وشكرا لحسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة